ذكرية سابع عوض المجلس الوطني للتنصيحية الوطنية لأساتذة التعليم الثاني وتحييني عن مديرية عينسباء الحي المحمد ها نحن حضرنا اليوم كل الأساتذة والأستاذات من جميع ربوع المغرب للتعبير عن غضبهم ولتعبير عن رفضهم للمخرجات التي جاءت بها الاتفاقات الأخيرة بالحكومة مع النقابات وأيضا للتصريح الذي أدى به السيد وزير أول أمام البرلمان والذي يتنصل فيه من المسؤولية ويلقي فيه بالمسؤولية واللائمة على الأساتذة والأستاذات ويقوم به بالتحريض بالتحريض الآباء والأمهات على الأساتذة ونحن حضرنا هنا لنجيبه ونقول له أن الشعب معنا وأن الآباء والأمهات معنا ونحن نعيش معهم يوميا ونعايشهم يوميا ونخالطهم يوميا ويدعموننا ويشجعوننا لأن كرامة الأستاذ من كرامة أبنائهم ومن كرامة بناتهم لذلك نحن جئنا لنطالب أولا لسحب نظام المآسي سحبه وتعديله في إطار الوظيفة العمومية وليس خارجا عنها كذلك جئنا لنطالب بالعدالة الأجرية إسوة بباقي القطاعات وأيضا نطالب بإدماج الأساتذة والأساتذات التي نفرض عليهم تعاقد إدماجا كاملا وتاما في إطار أسلاك الوظيفة العمومية بأرقام تأجير ممركزة وليست أرقام غير محددة ونحن في إطار أساتذة التعليم التنوي التأهيلي نطالب أيضا بالدرجة الجديدة وبالتعويضات عن المهام وعن الأخطار التي يعرفها هذا السلف ومنها حراسة امتحانات كما تعرفون في الامتحانات إشهدية امتحاتها كالوريا فيها ضغط كبير وفيها مخاطر كثيرة على الأستاذ وأيضا التصحيح إلى غير ذلك من المطالب وشكرا لكم لكي لا أعطي العليم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ذلك الودين ما أقدم عليه رئيس الحكومة في كلمته بالبرلمان عندما دعا أمهات وآباء تلاميذ إلى التدخل لإيقاف احتجاجات الأساتذة وهي دعوة نعتبرها نحن تحريضا مباشرا لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ ضد الأساتذة نحن نخوض هذه الأشكال النضالية البطولية دفاعا عن كرامتنا ورغبة في طويل المدرسة العمومية ما يحصل حاليا ما يحصل حاليا لا يبشر بالخير لذلك ندعو العقالاء في هذا البلد إلى استدخل لأجل إيجاد حلول ناجعة لهذه الاحتجاجات التي يخوضها أو تخوضها الشغيلة التعليمية احتجاجاتنا مشروعة تماما نحن ندافع عن كرامتنا ضد هذا النظام الاستعبادي الذي ينزل علينا بالعقوبات والذي يحط من كرامة الأساتذة لا بد من التدخل بشكل عاجل من أجل إيقاف هذا النزيف نحمل المسكولية لهذه الدولة التي يجب أن تتدخل فورا من أجل إيقاف هذا النزيف ملايين تلاميذ يوم ملايين تلاميذ لا يضرطون والسبب الأول والأخير لهذا التعاطي اللي ينزلون لهذه الوزارة واللجنة الحكومية هذه الحوارات المخشوشة التي نعتبرها فخا تضعنا به هذه اللجنة الحكومية نحن نطالب الآن بأن تتدخل هذه اللجنة الحكومية من أجل تلبية مطالب الشغلة التعليمية مطالبنا واضحة لا غبار عليها لذلك نحن ضد هذا التماطن وهذا التصوير وضد كذلك هذا الإعلام المأجور الذي يشن حملاته على أساسد على مساء ورجال التعليم أساسد عدوا بالقرون الوطن ثبير تبقى الرجل السنديني ثب39 أساسد بقرون الوطن ترجمة نانسي قنقر 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 ق teeth المجلس الوطني لتقسيقية التانية المتقهيلي وأيضا المشاركة الإخوانية في تقسيقية موحدة لهائة القرية جنا نناضل من أجل عدالة اجتماعية نناضل من أجل كرامة نناضل من أجل نظام أساسي مشجع ومحفظ ومنصف نقول لوقت عليك لخطاب السيد هنوش نقول له الحكومة وإن كانت لديها صقوف معينة على مستوى الزيادة في الأجل أو على مستوى نظامها الأساسي وفي تعاطيها لمستوى المحفظات أنها لم تكن بمستوى المطلوب لم تكن ذكية اختارت أن تبتعد عن الممتلين الشرعيين للأساسدة وعن الفئة الأكبر اللي هي أغلبها المازال يقبع في السنة الثلاثة فأنا اعتراف أسبقية لمعالجات أو للتحسين الأوضاع والزيادة الأجارية بالصفاء عامة زيادة لجميع الفئات وإرجاء الملفات الملفات الفئوية إلى ما بعد هذا الحراك أيضا الأسبقية لسلم عاشر لأن هذا السلم يعاني من الحيف فلا يعقل أن راتب موضب أستاذ تانوي تأهيدي يقبع في السنة الثلاثة لا يقدر على أن يبدأ ما صاره الحياة بمختلف تحديات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة